موسيقى حياكم الله ما زالت تداعيات إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة تلقي بظلالها على مستقبل العلاقات التركية الروسية من ناحية وعلى مستقبل حل الأزمة السورية من ناحية أخرى إذ حذرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من خطورة الحادثة في تعقيد الحل السياسي في سوريا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي فرونسوا أولوند لمزيد من التعاون بين الدول لمواجهة الإرهاب بعيدا عن التصريحات المتبادلة بين موسكو وأنقرة حول من يدعم الإرهاب ومن يستهدف المعارضة المسلحة دون داعش يبدو أن الإرهاب لا يكترث لأحد فيضرب حيث تصل يده ولعل الأغرب في المشهد أن الإرهاب تزايدت عملياته بعد تشكيل التحالف الدولي لمواجهته إن كان في أوروبا أو في شمال إفريقيا فضلا عن العراق والسوريا ولبنان هذا في الوقت الذي تعكف فيه الأردن بتكليف من الأمم المتحدة على وضع قائمة بالمنظمات الإرهابية في سوريا في حلقة اليوم نقرأ في تطورات الأحداث وتداعيتها على مكافحة الإرهاب مع ضيفينا هنا في الستوديو الكاتب الأردني ديرار البستانجي وهو كاتب وباحث سياسي ومعنا من عمان الدكتور حسن أبو هنياء الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية نرحب بضيفينا وأبدأ معك أستاذ ديرار لأسأل انطلاقا من تداعيات إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية السورية كان في هذا الوقت الملك عبدالله الملك الأردني في العاصمة موسكو وكان يلتقي الرئيس بوتين بداية كيف يمكن تقديرك لتداعيات هذا الحدث أن يؤثر على مكافحة الإرهاب إن كلنا سواء كان فيما يتعلق بالشق السوري أو حتى في الرؤية الأردنية لهذا الموضوع يعني أحييك بداية أنا أحيي جمهورك الكريم أنا وسلم يعني في الحقيقة بالعودة إلى أصل الأشياء الحديث عن الإرهاب اليوم واضح أن كل دول العالم وبالذات الدول التي لها تأثير ومصالح في المنطقة تتحدث عن الإرهاب بخطاب عالي الوتيرة رغم أن تعريف الإرهاب في مفردات هذه الدول يختلف من دولة إلى أخرى أو على الأقل من محور إلى آخر إنسجاما مع مصالحها أولا ومع حلفائها بالدرجة الأولى ثانيا حادثة الطائرة أنا أعتقد بأنه لا شك سيكون لها تأثير مباشر على شكل المسلك الروسي وهو الرد المنطقي على ما يصف الروس اليوم من تدخل تركي هدف مساعدة داعش أو الدفاع عن داعش أو على الأقل إعاقة الجهد الروسي الذي أعطى ثمار حقيقية في مدة قصيرة على الأقل بالمقارنة مع التحالف الدولي الذي تقوده للولايات المتحدة لعمره أكثر من عام أعتقد بأنه سيعطي هذا حالة السباق بين المحورين أو بين التيارين في المنطقة وهم حصل في الفترة الأخيرة نوع من التقارب بعد أحداث باريس حصل نوع من التقارب الفرنسي وربما ألماني كان لجهة روسيا إذا نتحدث عن حادثة إسقاط تركيا لطائرة روسية في إطار مشاهد أخرى نجد بأنها جاءت في الوقت الذي كان فيه السلوك أو التدخل إذا جاز أن نقول الروسي في الحرب على الإرهاب في أوجه وكان الروس منتشين بشكل أو بآخرهم وحلفائهم لجهة قدرتهم على تحقيق الكثير من المكاسب في حربهم وجاء بعد لقاء بوتين مثلا لقاءاته في إيران لقاءه في القيادة الإيرانية والتصريحات المهمة التي صدرت لجهة أيضا مزيد من التنسيق ورفع أو التعاون بل التشارك في بعض الجوانب جاءت أيضا هذا الحادث بعد أن أصبح العالم تقريبا مضطرا لأن يعني تراها مقصودة وليس أمر تقني مرتبط باختراق مجال جوانب التفاصيل تقول بأنها مقصودة لكن يبقى السؤال ألم تأتي في الوقت الذي كان فيه العالم أجمع مضطرا لأن يتفق على خطاب واحد في محاربة الإرهاب بل وربما أن يتفق على تشكيل جسم واحد إذا جاز أن نقول من أجل محاربة الإرهاب جاءت هذه العملية لكي تخلط الأوراق من جهة ولكي تعيق التقدم الروسي أو الحضور الروسي من جهة أخرى ولكي إذا أضيفت لقصة إسقاط الطائرة الروسية في مصر والتي تبناها داعش جاءت أيضا لكي تحرج أو تؤزم موقف القيادة الروسية في الشارع الروسي أولا وفي الرأي العام العربي الذي حرّض إعلاميا ضد القدوم الروسي لسوريا بحجج طبعا نراها دائما لف ناغر كلامك فيما يتعلق بأنه كان نوع من التقارب وربما نحن كنا بصدد تشكيل تحالف جديد تنضم إليه روسيا أو تقول روسيا جزء منه أو هو ينضم إلى روسيا طيب إذا كان الأمر كذلك وهو لقطع الطريق على هذا التحالف الذي كان متوقعا من كان وراء هذه الخطوة هل هي تركيا تحديدا؟ جهات خارجية أخرى؟ لا أعتقد بالتنفيذ المباشر هو تنفيذ تركي لكن أنا لا أعتقد بأن تركيا في هذه المفاصل المهمة وفي هذا الظرف السياسي المهم تخرج تبادر إلى سلوك بهذا الحجم دون تنسيق لا أريد أن أقول بل وربما تكون تعليمات أمريكية والأقل توجهات أمريكية لكن حكما وفق المشهد الذي نرى اليوم وما قدموا الروس في محاولة تأكيد أن الطائرة أسقطت رغم أنها كانت في الأجواء السورية مقارنة مع حجج تركيا الأقل منطقية لكن قدموا وثائق الأتراك بالصوت والصورة على الأقل داعمة لوجهة نظرهم داعمة لكن لا يمكن أن تثبت بشكل قاطع بأن الطائرة ثم إضافة لذلك هناك أعتقد بأن هناك ووفق الرئيس ووفق أردوغان هناك قواعد اشتباك في حالات مماثلة حين لا يكون ثمت عداء بين الدول تفرض شيء من التعامل بطريقة مختلفة حين أسقطت سوريا الطائرة الروسية تركية قبل سنتين تقريبا كان كلام أردوغان واضح بأن دخول طائرة إلى الأجواء دون أن تتسبب بأذى ليس مدعاة أن تسقط طائرة رغم حالة العداء بين الدولتين اليوم رغم وجود شكوك بأن الطائرة الروسية أسقطت في الأجواء السورية هو يريد أن يبرر لنفسه أن يسقط طائرة دولة تربط بها علاقة إيجابية ولا حالة عداء بينها بل ثمت تنسيق بشكل أو بآخر على الأقل في موضوع الطيران في الأجواء السورية بين هذه الدولة التي هي روسيا مما يريد أنه عمل في الأصل مقصود مقصود؟ ما الذي تبغي تركيا إذا كان مقصود؟ هل تريد الحرب مع روسيا؟ يعني الحرب الجميع يعلم بأن لا أحد يريد حرب لن نذهب إلى حرب أبدا حرب مباشرة لا يمكن ليس فقط بحكم العلاقات التي تربط تركيا بروسيا أو المصالح التي المشتركة بينهم شكل المنطقة اليوم ثم أن أحدا لا يريد أن يدخل في اشتباك مباشر إلى هذا الحد يصبح أشبه بحرب عالمية أي كان المنتصر به فهو خاسر لكن بكل الأحوال الخاسر الأكبر في إسقاط الطائرة الروسية حتى الآن على الأقل هو القيادة الروسية على الأقل إعلاميا وعلى الأقل لجهة تطور المشهد فيما يخص تواجدهم في سوريا أو ضربهم للإرهاب في سوريا لكن الرد طبعا جاء عبر بعض القرارات وبعض حتى الممارسات بما فيها ضرب المسلحين وأعتقد بأنه سيستكمل بشيء أكبر من عقوبات اقتصادية أو وقف بعض المشاريع الصادية مع تركيا يعني أعتقد بأن الرد المنطقي على الروسي للروسي على التركي نعم على التركي ومن ورائه لأنه يعلم بأن هذا الحادث هدفها الرئيسي إضعاف موقفه فيما يقوم به اليوم في المنطقة والذي جاء لكي يأخذ موقف دورا أكبر يتعدى حدود سوريا الحليفة بنسبة له أعتقد بأن الدور الحقيقي أو الرد الحقيقي سيكون بزيادة نشاطه في محاربة الإرهاب من جهة وبزيادة تسليح الدولة السيرية من جهة أخرى ولاحظنا قبل قليل بأنه الروس أعلنوا بأنه دخل نظام الاس 400 حيز التنفيذ أو حيز التشغيل في سوريا وهذا تعتبر في نظر الغرب مثلا في ميزان فهمهم للدور الروسي في المنطقة أكبر بكثير من إسقاط طائرة روسية فوق سوريا بل وأكبر بكثير من صواريخ كليبر أو لا أذكر ما اسمها التي أطلقتها روسيا من بحر قزوين يعني روسيا قادرة على التصعيد لكن من ينتظر من روسيا قصف تركيا أو حرب باشرة مع تركيا يعني أعتقد يكون مخطئ الروس أذكى من ذلك وقدرتهم على إحباط ما ذهبت إليه تركيا ومن خلفها أعتقد بأنه موجودي وواردي هل أفهم من كلامك وكأنه كان في تنسيق مع الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذا الفعل؟ لأنه حتى ردود الفعل التي صدرت من الناتو تصريح أو حتى تصريحات الأمريكية كانت إلى حد ما يعني خفيفة اللهجة غير قاسية حتى تدعو إلى تفهم يعني صحيح يعني مما يوحوى كأنه الخطوة كانت تركيا بالأساس وجاءت مفاجئة حتى للناتو نفسه أنا أعتقد بأن الناتو أو على الأقل من يصنع القرار في هذا المحور الأمريكي اليوم الذي تعتبر تركيا جزء منه على الأقل في موضوع سوريا بأنه متوافق على كثير من الخطوات الاستفزازية تجاه روسيا والتي تعيق تقدم روسيا ووجودها وشرعية وجودها في سوريا أو في المنطقة هلأ ترجمت تركيا باجتهاد تركي ترجم هذا التوجه أم أنه متفق عليه؟ يعني ليس كثير القصة بتفرق لكن بالمحصلة هناك اتفاق أمريكي مع كل حلفاءه على إعاقة المخطط الروسي أو خط سير روسيا المتصاعد فيما يخص محاربة الإرهاب في سوريا وترجم في أكثر من جهة من بينها ما قامت به داعش وهذا يطرح تساؤلات ومن بينها أسقاط الطائرة ومن بينها أسقاط أطنان أو تهريب أطنان من الأسلحة إلى ما يسمونه المعارضة المعتدلة سنناقش طبعا بكل الأحوال في تداعيات هذه العملية أو الحادثة سواء كان على الميدان في سوريا أو على العلاقات والتحالفات القائمة لكن أريد أن أسأل فيما يتعلق بزيارة الملك عبدالله إلى موسكو تزامنت مع هذه الحادثة التي ألقت بظلالها حتى على اللقاء المشترك وكان واضحا أمام الكاميرا قبل ذهاب الملك عبدالله كيف كانت الصحافة الأردنية تتكلم عن هذه الزيارة الأهداف منها والمأمول منها يعني هي الزيارة تأتي في إطار حالة من التنسيق المشترك بين روسيا والأردن باتجاه محاربة الإرهاب على الجبهة الجنوبية أولا وباتجاه جنوب سوريا حدود مع الأردن وباتجاه ما كلف به الأردن لجهة وضع قائمة أو تنسيق يعني فيه فرق تنسيق وضع قائمة بالجماعات الإرهابية من أجل التحضير تدرس في مؤتمر القادم نعم بهذا الاتجاه جاءت الزيارة وباتجاه شيء من الأريحية أكبر في العلاقة بين أردن وروسيا لكن كما قلت جاء موضوع إسقاط الطائرة الروسية ليلقي بضلاله على هذه الزيارة وبشكل أو بآخر يضعها في إطارها البروتوكولي يعني العادي يعني دون شيء ملموس أو على الأقل قرارات واضحة لهذا التجاهات يعني تقريبا لكن لا يعول على الزيارة فقط التنسيق حاصل بلغ حد طلب أردني من روسيا كما سرب التعجيل في ترتيبات فتح معبر نصيب على الحدود بين الأردن والمعبر جابر الأردني نعم بين أردن وسوريا هو مغلق الآمن من الجنب الأردني هو مغلق لأنه مسيطر عليه من قبل جماعات مسلحة لو عدنا إلى موضوع الدور الأردني في هذا المجال بما أنه مطلوب منه الآن هو وضع قائمة أو تنسيق على الأقل فيما يتعلق بتسمية المنظمات العاملة في سوريا التي تصنف في خانة الإرهاب قبل عرضة على المؤتمر في فيينا أين يتجه الأردن في هذا المجال؟ ما هي المعايير التي يعتمدها؟ هل من ضغوط تمارس عليه لرفع فصيل من هذه القائمة؟ أو وضع فصيل مقابل؟ أنا أعتقد أن دور الأردن من بداية الأزمة السورية أو على الأقل في معظم المفاصل في الأزمة السورية وإن كان أحيانا يراوح مكانه وأحيانا يقف في المنتصف وفي كثير من الأحيان كان مع المعسكر الآخر الذي يستفض ضد سوريا بشكلها وبأخر رقم تحفظاته حتى في الجامعة العربية على بعض القرارات أو لا أريد أن أقول تحفظاته طلبوا أن لا يكون جزء من هذه القرارات مثل سحب السفراء مثلا إغلاق الحدود وما شابهه بحكم الجغرافيا والمصلحة المشتركة رغم أن هناك للأسف الشديد كان تهريب الكثير من المسلحين وقيل عن تدريب مسلحين وتهريب السلاح عبر الحدود الأردنية عبر المعابر غير الشرعية طبعا إلا أنه بالمحصلة دور الأردن كان له كان يستند في بعض الأحيان على مفاصل تتعلق بحساسية الجغرافيا الأردنية وأعتقد بأنه في ذهن صانع القرار أو البعض على الأقل بعض مراكز القوى في المطبخ السياسي الأردني يدرك بأن سقوط الدولة السورية أو النظام السياسي في سوريا أو تحول سوريا إلى دولة فاشلة في إطار هذا المشهد الذي نرى حولنا سيكون كارثي على الأردن لكن في ظل وجود حالي من الضغوط الأمريكية والضغوط الوكيل السعودي في المنطقة أيضا على الأردن وبالترغيب أحيانا بحكم الواقع الاقتصاد الصعب في الأردن الذي تدفع أو ترفع من نسبة أريحيته قليلا المساعدات السعودية أمام هذه المعادلة جميعها كان الأردن يناور أحيانا يعني يتقدم بهذا الاتجاه يتراجع باتجاه الآخر اليوم الأردن يدرك بأن العالم يذهب نحو محاربة الإرهاب بغض نظر عن الصيغة أو كيف يترجم كل طرف أو كل دولة أو كل محور كيف يترجم الإرهاب وكيف يترجم محاربته ويدرك بأن ثمت حقبة جديدة اليوم في سوريا لها علاقة بإيمان الجميع بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد الوارد في سوريا وبأن استمرار ما يحصل في سوريا ليس فيه مصلحة لأحد من هنا جاء وكان بالبداية كان الأردن يدفع أحيانا بكثير من الأوراق من أجل أن يجد حصة على الطاولة بالمحصلة حين يتم البحث في حل سياسي وأعتقد أنه هذه الترجمة يعني على الأقل أن يكون لأن الأردن جغرافيا على الأقل أن يكون له نفوذ تقصد في حل سياسي في حل سياسي لا يجوز أن يحصل والأردن بعيد يعني على الأقل أن يكون مطلع وقريب شريك بحجمه أنا أعلم بأن الأردن ليس بحجم الدول العظمى أو حتى الدول لكن هل أفهم من كلامك سيد ديرار أنه حصل نوع من التحول حتى في الموقف الأردني لجهة التعاطي مع الحكومة في سوريا أو لجهة أيضا التعاطي مع الجماعات التي تقاتل التي تصنف بأنها مجموعات إرهابية على سبيل المثال زباة النصرة يمكن جزء أساسي أيضا موجود في المنطقة على الحدود السورية الأردنية في بعض المناطق منها وبالتالي أصبح نوع من الضغط الأردني أكثر يمارس على عملية التهريب إذا كانت تحدث في الأساس إضافة لما كان تتهم به الأردن في هذا المجال أنه تحتضن إلى حد ما معسكرات للتدريب لهذه القوة يعني الحديث عن تبدل في الموقف أعتقد أنه غير وارد بالمحصلة معادلة الأردن السياسية أو اتخاذ القرار السياسي في الأردن لا تخرج عن إطار المحور الذي يعني يعتبر الأردن جزء منه المحور الأمريكي للأسف الشديد في المنطقة والذي تقود بشكل أو بآخر عربيا على الأقل مملكة العربية السعودية لكن أنا أستطيع أن أقول بأن الأردن تعامل بشكل يعني مزدوج بمكيالين أحيانا تجاه القضية السورية أو الملف السوري في كثير من الأحيان كان يرضخ للإملاءات وليفهم حتى ربما إلى شكل المنطقة لأنها ستذهب بما فيها سوريا وبالتالي كانت جزء في بعض التفاصيل من الضغط على سوريا في أحيان أخرى الدلائل تقول بأنه كان يتم تنسيق ما على الأقل أمني أو عسكري أو استخباري بين الأردن وسوريا كان يتم بشكل أو بآخر يعني محاولات أن لا تصل الأمور على حدود الأردن أو في الجبهة الجنوبية لسوريا لأنها الأكثر حساسية للأردن أن لا تصل إلى المستوى الذي يجبر سوريا على الرد بشكل قد يضاعف من التوتر مثلا داخل الأردن أو يعرض المنطقة الحدودي الأمور تغيرت بالنسبة للأردن أصبحت الخيارات أفضل هو ليس تغيرا بموقف الأردن كظروف سياسية إقليمية طبعا الخيارات أفضل الأردن بأريحية ليوم قادر على التعاون مع روسيا بل قادر على فتح خط مع سوريا وأنا أجزم بأن الأردن سيكون الدولة الأولى التي ستعيد التعامل الدبلوماسي الدولة العربية مع سوريا بشكل واضح وملموس بل ومرتفع الوتيرة لم يتغير الموقف في الأردن لكن تغير موقف المحور الذي ينتبه إليه الأردن وبالتالي أصبح تمت شيء من الأريحية أكثر في التعاطي في المنطقة السورية كيف يمكن أن يترجم هذا فيما يتعلق بالتنسيق حول القائمة المطلوب وضع الآن ورفع إلى الأمم المتحدة أو إلى الدول في اجتماع فينا القادم حول المنظمات الرهبية في سوريا يعني هي هذه القصة البعض يترجمها على أنها جائزة ترضية أو أنها منحة للأردن بأن يكون له دور قد تكون سياسيا بشكل من الأشكال بهذا الاتجاه لكن ثمت مخاطر أيضا لهذا القرار أو لهذا الاتفاق أولا هذا يدلل أو قد يدلل أو قد يفهم بأن الأردن على علاقة ومعرفة أكثر من غيره بهذه الجماعات الموجودة على حدوده بمعنى التنسيق ليس بمعنى المعرفة بحكم أنها موجودة على حدود الأردن فقط بمعنى أنها ثمت علاقة استخبارية ونحن نعلم وهذا ليس سرا بأن أجهزة المخابرات الأردنية تخترق بشكل أو بآخر هذه الجماعات بل وتملك القدرة على تأثير عليها بشكل أو بآخر نعم تملك القدرة ليس شرط جميعها لأنه بالآخر هي متنوعة نعم ولا تعمل على الريموت كنترول لكن الأردن له قدرة على التأثير بشكل أو بآخر وهذا القرار إذا استند على هذا الفهم فهذا كلام خطير بحق الأردن اثنين إذا كان الأردن هو الذي سيعد هذه القائمة فهذا يعني على الأقل في ذهن المواطن الأردني بأنه قد ينذر برد فعل من قبل المجموعات التي لم يتحدث عنها أحد حتى اليوم على اعتبار أنها إرهابية إذا اطلع الأردن بمهمة اعتبارها منظمة إرهابية وبالتالي يعني قد يفهم بشكل أو بآخر على أنه كذلك يعني هي عملية توريط للأردن أنا أقصد إذا بدنا نأخذها بتجرد أن الأردن سيستلم هذا الملف ويتصرف به فهي تحسبها جائزة ترضية مصير تحسبها توريط ماشي لكن الأهم هو مش هيك الأهم بأن الأردن وكأنه حقيقة القرار وكأنه سيحتضن يعني الاتصالات والتنسيق واللقاءات المعنية بهذا الملف مش بده يحتمل هذا الملف وحده جميل سنفصل أكثر فيما يتعلق بالاحتمالات لهذه القائمة وكيف يمكن أن تؤثر على احتواء الإرهاب وتمدده في المنطقة طبعا إضافة إلى حضرتك سيكون معنا الدكتور حسن أبو هنية وهو بحث في شؤون الجماعات الإسلامية لكن بعد فاصل قصير مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا مجدد بكم مع ترحيب مشاهدين في هذه الحلقة نتناول فيها تمدد الإرهاب من المنطقة إلى شمال إفريقيا وإلى أوروبا أيضا رغم أن هناك أكثر من تحالف لمواجهة الإرهاب ومعي إضافة إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ ضرار البستنجي الكاتب والباحث السياسي الأردني معنا أيضا من عمان الدكتور حسن أبو هنية وهو باحث في شؤون الجماعات الإسلامية مرحبا بك يا دكتور حسن دعني أسألك ابتداء فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية وتزايد الآن الخلاف أو توتر العلاقات الروسية التركية هذه كيف يمكن أن تنعكس على التنظيمات المتطرفة على الأقل المصنفة دوليا كجبهة النصرى وتنظيم داعش هل يستفدان من هذا التوتر وبالتالي يكون أمامهما الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة أم لا لا شك بأن هذه الخلافات شاهدنا خلال الفترة الأخيرة منذ تدخل الروسي بدأ أن هناك مقاربة جديدة تنشأ في المنطقة في التعامل مع موضوعة الإرهاب وتحديدا تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرى وبعد هذا التقارب الذي بدأ بين الفرقاء السياسيين في الإقليميين في المنطقة وكذلك الدوليين شاهدنا نوع من التقارب الأمريكي الروسي التركي الروسي وبالتالي كان يبدو أن هناك عملية تنجز وخصوصا مع وصول المسار السياسي في فيينا وحتى في حديث قمة العشرين كان يبدو أن هناك نوع من الاستدارة أو نوع من إعادة فهم ما يحدث في المنطقة لكن سرعان منتكست هذه المقاربة وبالتأكيد نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتحديدا والنصرى وبقي كل الحركات كانت تستفيد من هذه التناقضات ذات الطبيعة سواء المحلية على الصعيد العراق السوري تحديدا أو على الصعيد الإقليمي هذه التناقضات بين مصالح الدول وكذلك التناقض الدولي نعلم أن هذه التناقضات هي التي تمنع من بناء مقاربة تكاملية شمولية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي ترتقي هذه الاستراتيجية من استراتيجية صد واحتواء التي صممتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيلول سبتمبر العام الماضي عندما شكلت التحالف الدولي وبالتالي كان هناك الاستراتيجية كان هناك ربما أمل في أن ترتفع من استراتيجية صد واحتواء بعد هذا الدخل الروسي إلى قضاء وتدمير كما هو أيضا التفاهمات التي بدأت ظاهرة بين فرنسا وخصوصا بعد هجمات باريس وكذلك الروس تستفيد وتستغل الفراغ السياسي وحتى في تأزم العلاقات بين الدول لكن ما سمعناه من تصريحات متبادلة روسية تركية يوحي بشيء من الاتهام بل يؤكد شيء من الاتهام يعني الروس يتهمون الأتراك بأنهم يدعمون بشكل مباشر الإرهابيين في سوريا هكذا بحسب ما قال بوتين واليوم كان تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردغان بأن من يقوم بذلك هي أوحى أن من يقوم بذلك هو الحكم في سوريا إضافة إلى روسيا ومن يدعم النظام في سوريا كمتابع لهذه الجماعات دكتور أبو هانية تقديرك من يقف بالفعل وراء دعم هذه الجماعات على الأقل في سوريا والعراق على سبيل المثال هذه هي العقدة وربما كما نعلم بأن هناك حصل نوع من التقارب الأردني الروسي وفي محاولة التوصل إلى صيغة بمعنى ما هي الحركات المعتدلة والمتطرفة التي يمكن تصنيفها على لاحة الإرهاب لا تزال الفجوة كبيرة أعتقد أنه كما ذكرت الروس يشدد على أن هذه الحركات التي تقع في إطار مفهوم الإرهاب هي ليست فقط المصنفة دوليا وفي إطار المجلس الأمل ومتحدة وبمعنى الدولة الإسلامية وداعش روسيا توسع من مفهوم الإرهاب وليشمل حركات تعتبرها تركيا مثلا وقطر والسعودية وغيرها من الدول حركات غير إرهابية نعلم أن تتعامل المقاربة الروسية مع كافة الأطراف بدءا من جيش الإسلام إلى حركة أحرار الشام فضلا عن جبهة الشام إلى غرفة جيش الفتح وهذه غرفة جيش الفتح أو غيرها من الغرف الأمنية هي مدعومة من قبل تركيا أمر ليس سرا وكذلك من قبل أطراف إقليمية معروفة جيش الفتح فيه جبهة نصرة وهي مصنفة إرهابية هذا صحيح وهذا هو تعقيدات المشهد السوري بشكل أو بآخر بالرغم من وجود جبهة النصرة لكن هل يمكن تصنيف جبهة بمعنى جيش الفتح ليس كيان هو عبارة عن اتلاف لكن ما هو مصير الفصائل الأخرى المنضوية في إطار هذا الجيش المدعوم بالتأكيد أنها روسيا تقول كل هذه الحركات أو على الأقل ينبغي على المجتمع شاهدنا لفاروف كان قد تحدث وقال أين هو الجيش الحر حتى نتحدث معه بمعنى أن كل هذه الحركات هي تنتمي إلى حركات العنف المسلح التي يمكن تصنيفها كحركات إرهابية من المنظور الروسي ونعلم أن هذه التصنيفات الإرهابوية تتبع المصلحة تستطيع كل دول أن تضع لكن في النهاية ربما هناك إجماع على الأقل في الأمم المتحدة في المنظومة الدولية حول تصنيف الداعش أو الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وبالتالي كنا أمام نوع من التقارب في المقاربة لكن نعلم أن تركيا تقول أنه بمعنى لا مستقبل في سوريا مثلا لا يمكن أن نقبل ببقاء الأسد هذه المغذات المقاربة الأمريكية ذات المقاربة حتى الفرنسية التي بدأت تنتقارب بينما روسيا تقول أنه لغير ممكن حتى لو أردنا أن نوافق على هذا فهو أمر على الصعيد البراجماتي وعلى الصعيد العمليات وعلى الصعيد مسرح العمليات العسكرية غير ممكن هذه المقاربة كنا نشهد نوع من التقارب قبل سقوط الطائرة الروسية ولكن أعتقد الآن عادت استقطابات إلى ذات ما كنا عليه قبل التدخل الروسي في أيلول سبتمبر أو تحديدا في 30 أيلول سبتمبر جميل لكن اللافت في حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيد ضرار هو القول بشكل صريح أن هناك دعم للمعارضة السورية لم يحدد ولم يقل ما هو نوعية هذا الدعم لكن قال مادي ومعنوي مادي يعني ما أدري هل هو يتعدى الأمور الإنسانية ونتحدث عن معارضة مسلحة يعني ما الذي يمكن أن يقدم بشكل مادي إلى هذه الجماعات وإضافة إلى ما يقول الدكتور حسن أبو هانية أن جيش الفتح فيه جزء أصيل طبعا هو ائتلاف لكن جزء أصيل منه هو جبهة النصرة وبالتالي تقديم السلاح إلى جيش الفتح أو تقديم الدعم هو بشكل أو بآخر قد يصل إلى جبهة النصرة إذا أحسننا الظن في تركيا أريد أن أسأل هنا تقديرك هل هذا ما كان يقصده الرئيس بوتين حين اتهم أردوغان أو تركيا بدعم هذه الجماعات المسلحة أم أن هناك ما وراءها كما يقول المثال شيء أبعد من ذلك يعني أعتقد أنه حتى ما هو أبعد من ذلك واضح المعالم اليوم بس قبل أن ندخل في دعم تركيا للإرهاب علينا أن نتذكر بأن روسيا قبل أن تبدأ بغاراتها على الإرهاب في سوريا طلبت بتشكيل تحالف تكون تركيا والسعودية وإيران حتى بالأمس السفير الروسي في فرنسا قال هذا الكلام قال ندعو إلى تحالف تكون تركيا جزء منه وهذا تزامن مع إسقاط الطائرة يعني ربما مش بالحرف يعني هو سؤل فكان الجواب بإصرار سؤل عن تركيا فقال حتى تركيا لكن قبل أن تبدأ العمليات العسكرية الروسية طبعا وبطلب من الدولة السورية طلبت روسيا بشكل واضح وبوجود وزير خارجية المملكة العربية السعودية في موسكو بأن يتشكل محور لمحاربة الإرهاب تكون يضم تركيا وسوريا وإيران والسعودية كان رد وزير خارجية السعودية بأن الرئيس السوري عليها أن يرحل سواء وهذا مستغرب يعني ليس له فهم حقيقي أو معنى حقيقي سياسيا إلا أنك تدعم الإرهاب حين تقول بأنه سيرحل سواء بالعمل السياسي أو بالعمل العسكري هذا من جانب اثنين أيضا التجربة الواضحة اليوم تجربة بيع النفط من قبل داعش الذي يعني يروجه أو يكرره ويبيعه أردوغان أو تركيا تثبت ما ذهبت إليه روسيا حتى يقول أنا أتحدى أن يأتوني بدليل واحد يثبت أن تركيا بشكل يعني تقوم بشراء هذا النفط وبيعه إلى جهات أخرى والله أنا كمان أعتقد بأن تركيا الدولة قد لا تستطيع لا أنت ولا أنا ولا غيرنا أن نحضر وثيقة أو دليل تثبت بأن تركيا الدولة تشتري النفط من داعش لكن ليس من الصعب على أي مؤسسة أو شركة تركية أين يبيع داعش نفطه الذي يعود عليه بالملايين في تقلير بالعرب الجديد على سبيل المثال قبل يوما يقول يصل عبر تجار إلى ميناء أسدود في فلسطين المحتلة عبر مين عبر شركات ما فيها تجارة منها جزء بحسب ما يقول التقريب منها جزء كردي ومنها جزء تركي وحتى يقول في جزء منها سوري بالمحصلي اليوم السلوك التركي على الحدود الشمالية مع سوريا لجهة دعمه للجماعات الإرهابية المسلحة واضح تجربة أخرى تجربة أخرى أيضا لابد من الإضاءة عليها الأمريكان حين قرروا تشكيل ما سمي بالجيش المسلحين المعتدلين أو ما شابه ذلك واختصروه بعدد أفراد عرسلوهم إلى سوريا في اليوم الثاني قرروا إيقاف هذا المشروع لأنهم ذهبوا وسلموا السلاح الذي كان معهم لجبهة النصرة تركيا التي تشتري السلاح من داعش تركيا التي في بعض المناطق النفط أفوال في بعض المناطق الجيش التركي على بعد أمتار من داعش تركيا التي يدخل كل إرهابي العالم إلى سوريا عبر تركيا لا يستطيع عاقل أن يصدق بأن تركيا لا تساهم بشكل أو بآخر في دعم داعش أو في على الأقل مساعدتها ويعنيها جيد يعني كنا نتمنى لو كان معنا ضيف تركيا ربما يرد على هذه التساؤلات المشروعة والأكيدة قوية لشك في الموضوع أعود إليك دكتور حسن أبو هنيا لأسأل طبعا دعوة السيد خوجة فيما يتعلق بجبهة النصرة رئيس الاقتلاف دعاها إلى فك ارتباطها بالقاعدة هل تقديرك هذا يوحي ابتداء أنه قد تقبل جبهة النصرة بما أنها مصنفة إرهابيا الآن أن تفك ارتباطها بتنظيم القاعدة وهل هذه الدعوة هو إمكانية دمجة دمن الفصائل التي سترفعها الأردن إلى اجتماع فيينا يكون أحد أعضاء كل من كان ينتظم داخل جبهة النصرة في سوريا أعتقد أن هناك إدراك من قبل اتلاف المعارضة وكذلك من قبل الدول الداعمة لما يسمى الثورة السورية يعني الفصائل المعارضة المسلحة أن جبهة النصرة تشكل رقم صعب في داخل هذا المكونات المعارضة الإسلامية المسلحة وبالتالي جرت عملية إعاد التأهيل يعني منذ أكثر من عام هناك محاولات من قبل تركيا من قبل قطر من قبل الولايات المحدة التحدة الأمريكية لا ننسى أن الجنرال بيتريوس الجنرال مسؤول المستخبرات الأمريكية قال أنه لا بد من استدخال النصرة بمعنى هناك رؤية تقول بإمكانية هل يمكن شهدنا حتى أمريكا عندما بدأت ضرباتها بعد تشكيل التحالف يعني في 19 أيلول سبتمبر تحديدا من العام الماضي عندما بدأت تضرب ضرباتها في سوريا هي استهدفت الجناح ما تطلق عليه مجموعة خرسان بمعنى الجهاديين المعولمين داخل إطار جبهة النصرة وليس الجبد لأنه جبهة النصرة كيان غير متجانس يحتوي على ثلاث توجهات أساسية بعضها يعتبر يعني من جناح يعتبر معتدل بعض يعتبر يعني متطرف له أجندة عالمية وبعض يعتبر إبراكماتي كما هو يحاول أبو محمد جلاني لكن أعتقد المطالبة للقوجة هذه المطالبات استمرت لكنها فشلت يعني لم يمكن يعني غير ممكن الحقيقة فك الارتباط بين تنظيم القاعدة وكذلك جبهة النصرة هذا أمر يعني يكاد يكون في شبه المستحيل لأن هناك يعني حسابات في الربح والخسارة لدى هذا الفصيل تحديدا جبهة النصرة ما يسمى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام حسابات معقدة يصعب أعتقد إذا عمل على فك الارتباط هذا يعني أن هناك معظم مقاتلي سوف يذهب إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش وبالتالي هناك حسابات دقيقة ولكن هذا جزء من محاولة التأهيل لكن هذه محاولة أعتقد أنه حكم عليها بالفشل تماما من قبل جبهة النصرة بمعنى لن تفق ارتباطها لم نشهد أي عملية قامت بها جبهة النصرة خارج الأراضي السورية إلا في لبنان باستثناء جماعة خرسان التي تحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية لكن لم نلمس عملية لها على الأرض تقديرك في المرحلة القادمة إذا ما تركزت الضربات على جبهة النصرة من التحالف الدولي لا أقصد هنا روسيا وإنما أقصد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء هل سنشهد عمليات لجبهة النصرة في أوروبا ومناطق أخرى على غرار فقط في القدر يعني بمعنى أن تنظيم القاعدة هي أساس الأيدولوجيا هو مواجهة عدو بعيد يعني مواجهة ما يسمى الصليبيين يعني ليس المرتدين على الداخل لكن على الصعيد العمليات جبهة النصرة كانت تتكيف مع الشأن المحلي وتحولت إلى حركة محلية لكن كما قلت لك لأسباب ذات طبيعة براغماتية عملية خوفا من تفقق التنظيم لم تنفذ نفذت هجمات كما هو معروف عن طريق الجناح المرتبط على كتاب عبدالله عزام أو جبهة النصرة في الظاحلة الجنوبية ولكن لم تنتكل إلى المجال الإقليم والدولي على الرغم أن هذا في صلب أيدولوجيا التنظيم وهي برر ذلك الجولاني بأن هذه أوامر من الظواهر بمعنى زعيم تنظيم القاعدة المركزي نفسه لكن أنا أعتقد بأن هذه طبيعة التنظيم القاعدة أنها تنشئ فروع ذات طبيعة إقليمية في المغرب الإسلامي في جزيرة العرب وكذلك في بلاد الشام الآن وبالتالي مجال العمل هو هذه المنطقة ولكن المشكلة الأساس بأن ليس فقط في هذه الإطار الأيدولوجي والاستراتيجي في تحدي الأهداف إنما القدرة التشغيلية لا تتوافر جابة النصرة على قدرة تشغيلية قادرة على استهداف مثلا أهداف في أوروبا أو أهداف تتوسع في مجال النطاقة الإقليمي تبقى محوط عملياته في المجال السوري وقد تتمدد في المجال اللبناني لا أكثر ولا أقل الأمر ليس مرتبط فقط في الأيدولوجيا مرتبط بالقدرات على تنظيم الدولة الإسلامية نعم علما أنه طبعا تنظيم القاعدة فرع الجزيرة العربية هو من ضرب في فرنسا في الأحداث السابية كما يعرف بشرل إبدو طيب لو عدت إليك أستاذ ضرار لا أسأل التصنيف الآن الروسي للمنظمات الإرهابية في سوريا بطبيعة الحال يختلف عن التصنيف الأمريكي وحتى التصنيف التركي السعودي تقديرك الآن هذا التباين هل يعزز من المنظمات التي تقترب من داعش والنصر على الاعتبار أن هذين التنظيمين متفق عليهم على الأقل على أنها تنظيمات إرهابية أم لا يحتاج الأمر إلى مزيد من الغربلة فيما يتعلق بهذه الجماعات لتصنيفه وفق ما هو ما يقال أنه عمل غير يعني غير داخل للقطر السوري وما بين من هو يخطط لعمل هو خارج القطر السوري أو العراقي أي أن كانت هذه الفصائل موجودة فيه يعني بغض نظر عن المصطرة التي سيتم عليها قياس ذلك وبغض نظر عن رد فعل هذه الجماعات يعني الروس بحثوا وطلبوا من الجميع دلونا على المعارضة المسلحة المعتدلة حتى نتعاطى معها أو نراها هم نفوا حتى وجود جيش سوري حر يعني الروسي بداية الأحداث يعني نفوا حتى وجود وقالوا أنه كل من يحمل السلاح في وجه النظام أو الحكومة الشرعية هو إنسان إرهابي وفق التصنيف الروسي نفوا بالمنطق بمعنى أنه يعني أتونا بهم أين هي المعارضة السورية المسلحة المعتدلة التي يسميها الغرب بهذا الاسم أين هي؟ لم يدل أحد الروس عليها لأنه لا يوجد شيء اسم معارضة مسلحة ثمت من يحمل السلاح يعني إما أدوات وإما مشروع أكبر من كل المنطقة داعش والنصرة مشاريع أكبر من هذه المنطقة داعش بالذات لم تأتي أو لم تخلق أو تصنع من أجل يعني أن يتم محاربتها وإنهائها في شهر أو اثنين أو ثلاثة قبل أن تحقق الغاية المطلوب منها والفصائل الصغيرة لكل دولة في الإقليم أو في العالم دولة مهمة أو مؤثرة له فصيلة يتبع له بالمحصلة هي جميعها وفق منطق الأشياء الذي تتعامل به تلك الدول مع ذاتها ومع سيادتها هي بالمحصلة مجموعة من الأشخاص الذين يحملون السلاح في وجه الدولة الشرعية وهذا في تقييم وتفسير كل الدول يعني في فرنسا حين قام مجموعة من الأفراد بتحويل ليل باريس إلى جهنم وهم مجموعة من الأفراد وهذا يأخذنا إلى البحث في ما يحصل في سوريا أمام عشرات الألاف من المقاتلين الرهابيين سنة فوررهابيين سنة فوررهابيين قبل أن بغض النظر بغض النظر يعني الرئيس الفرنسي نعم بالضبط طالما أن يمارس العمل العنف تجاه الدولة طيب لماذا يقاس في فرنسا وغير فرنسا بهذا الشكل ويقاس في سوريا أو في العراق أو في أي مكان آخر في الوطن العربي بعد بعض هذه الأطر التي تحمل السلاح وتخرب يعني ونريد أن نخلق يعني من جبهة النصرة معارضة معتدلة يعني سؤال مشروع أسألك دكتور حسن أبو هنية ألا يؤشر هذا بالفعل وفق المنطق الذي يطرحه ضيفنا في الستوديو الأستاذة الضيرار من أنه بالفعل هناك توجه على الأقل يعني لمزيد من الاستنزاف إضاعة أو تمويه وضبابية في المصطلح لمصطلح الإرهاب وبالتالي بشكل مباشر أو غير مباشر يتم دعم جماعات هي في الأصل مصنفة دوليا أو تصنف دوليا على أنها تنظيمات إرهابية شئنا أم أبينا وبالتالي جعل هذه العملية من الاستنزاف يعني تعقد المسألة أكثر بكثير من حلها على غرار متفع الروسيا على سبيل المثال دعنا من مسألة الإرهاب مسألة الإرهاب الإرهاب هو أمر مفروض غير مفترض بمعنى سلطة القوة والمصلحة هي من تحدد هوية الإرهابيين لا يوجد هناك فئز شيء أي شيء في العالم موضوع لموضوعة الإرهاب أنت تعلم بأن حزب الله على سبيل المثال موضوع على لاحة الإرهاب الأمريكية وحركة مقاومة وكذلك حماس والجهاد الإسلامي وكذلك حزب الله على الأقل الجناح العسكري موضوع للإرهاب على لاحة الاتحاد الأوروبي لكن هذا لا يعني في واقع الأمر أي شيء على الصعيد العملياتي في النهاية إذا هذه الحركات المعيار هو بسيط يرتبط للمصلحة هل تشكل هذه الحركات خطرا على الأمن الدولة التي تصنف بمعنى تستطيع أن دولة كالسعودية أو الإمارات أو لبنان أو أي دولة أن تضع قوائم للإرهابيين وقد تصبح أنت وضيفك وأنا معكم مصنفين ضمن حاوية الإرهابيين هذا أمر غير متعقل أو موضوعي ولكن على الأقل القوائم الأمم المتحدة تحاول أن تضفي نوع من المعايير الأكثر ربما دقة من المعايير الخاصة للدول متعلقة بممارسة بعض الأعمال وبالتالي تم تصنيف على الأقل الدولة الإسلامية داعش وكذلك النصرة كحركة إرهابية أما باقي الحركات وهو نزاع مسلح داخلي هناك حركة تقول بأنها ثورية تقاتل النظام السوري الآن حول شرعية النظام وعدم شرعيته ليس هذا نزاع داخلي يحدث كما يحدث في اليمن يستطيع الأمم المتحدة ربما إذا أرادت تعقد المشألة مسألة قد تصنف مثلا الحوثين كحركة إرهابية وهذا يدخلنا في مأزق كبير جدا لا أعتقد أنه حل أن تصنف قضية إرهابية أنا أعتقد أن المسألة السورية هي عليك أن تعترف بأن هناك أزمة كبيرة نشأت وهناك أكثر من 300 ألف قتيل 12 ألف مشرد فعليك أن تصنف على الأقل هناك نوع من العقلانية يعني عقلانية اتخاذ القرار أن هناك حركة متفق عليها أما أن ندمج الآن إذا وضعنا قوائم مزيد من القوائم تضع مثلا الجبهة الجنوبية ومقاتليها ما يسمى الجيش الحر أو بعض الحركات وغيرها فهذا يصبح أعتقد لا يفيد شيء المجتمع الدولي وقد يؤدي إلى تعقيدها ويؤدي إلى دفع جميع هؤلاء الجهاديين أو الإسلاميين إلى انخراط في مشروع تنظيم الدولة هذه ليست المقاربة الجيدة على الأقل عليك في مكاكتيكات مكافحة التمرد حتى لدى الروس عليك أن تفصل بين المعتدلين والمتطرفين للتوصل إلى صيغة ما كما قال رال لافروف نعم أعطونا نريد قوائم يعني هو طلب من الأردن أن يعطي قوائم منهم الذين تعتقدون أنهم يشكلون قطر على هذه العملية ومستقبل العملية السياسية إذا تمت بعد فين وبالتالي يمكن التعامل معها جميل عندك تعقيب قبل ما أسأل فيما يتعلق بتنظيم داعش وتمدده إلى مناطق أخرى لأنه الآن القرى في الملعب الأردني فيما يتعلق بهذا التصنيف وفق أي مصدر تفضل يعني هل أنا لا أريد أن أعقب على كلام الدكتور بقدر ما أريد أن أقول بالمنطق النظري نعم ما يقوله صحيح لكن على أرض في الساحة السورية في داخل الأرض السورية الأطراف كما قلنا جميعها مرتبطة وكل المسلحين الغالبية العظمى حتى يعني لا ندعي بأننا نعرف كل التفاصيل الغالبية العظمى منهم تسير وفق مخطط واضح أو على الأقل وهو 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 إسقاط الدولة السورية وفق المنطق الأمريكي وفق المنطق السعودي وفق المنطق القطري وفق المنطق التركي وفق منطق مصلحة هؤلاء أو المصلحة الأمريكية التي تحديكم جميعا وبالتالي الحل يكون في تصنيف كل من يقف في وجه الدولة القضية ليست في التصنيف يعني إحنا طيب صنفت داعش على أنها إرهابية ماذا فعلت الولايات المتحدة في 13 شهرا من ادعاءها تشكيل تحالف وضرب نأم تضرب الأرض السورية ماذا فعلت في 13 شهرا نحسب في بعض المناطق لأنه تمدت في مناطق أخرى ووصل إلى دول أخرى وفي بعض المناطق وبيعته مجموعات أخرى جماعة أخرى أسقطت الأسلحة للمعارضة المعتدلة بين ظفرين وصلت إلى جابة النصر وإلى داعش يعني هذه الكذبة الأمريكية وغير الأمريكية المسمى إرهابا لم يتم بعد الحصول على كل الفائدة المطلوبة منها ولذلك أنا لا أعتقد بأن زمن داعش انتهى بل لم يبلغ ذروته بعد يعني أعتقد بأنه في سعود وربما في إطار الحالة الشعبية اليوم التي تتأثر بفهم مغلوط يسوق تسوق وسائل الإعلام يسوق حالة الفراغ الفكري يسوق تشويه البوصلة في إطار ما يسمى زورا بالربيع العربي حرف البوصلة عن العدو الصهيوني مثلا أو عن أن العدو هو المحتل والمستعمر إلى النظام السياسي في ذلك البلد أو هذا أمام هذا الفهم اليوم الشارع العربي يعتقد بأن عفوا مش الشارع العربي البعض يعتقد في حالة الشعبية بأن داعش يحقق انتصارا في بحثه عن انتصار أما بالحزائم وفشل الدولة الوطنية إذن هو في حالة صعود بقي لديه لا أستثني إذن بس هاي بصلا لا أستبعد في هذا الاتجاه الشعبي منطق محاكمة يعني التوجه نعوى الشعب العربي أن يقوم داعش بتنفيذ عمليات ضد الكيان الصهيوني أو ضد مصالك دعني أسأل بانطلاقة من هذه النقطة موضوع تمدد الآن داعش يعني هو موجود بطبيعة الحال في شمال إفريقيا وضرب في أوروبا لكن أنا أريد أن أسأل عن التحول النوعي في العمليات التي يقوم بها عسكريا هل نتوقع ونرجو أن لا يحدث صدمات جديدة على شكل ما شاهدناه سواء كان في تونس قبل يومين أو قبل أسبوعين في فرنسا ترجو أو تأمل أو ترغب كلنا يرغب بذلك ولكن الأمر الواقع أننا سنشهد عملية توسعة التنظيم هو هذا لم يعد تنظيم كسلسلة هرمية كما هو تنظيم القاعدة هذا دولة دولة أمر واقع لا ينقص سواء الاعتراض بمعنى يسيطر على مساحة تفوق مساحة بريطانيا ولديه أموال قد كبيرة جدا وميزانيات ضخمة ولديه جغرافيا سكانية واضحة وبالتالي التنظيم اتخذ قرار في أيلول سبتمبر الماضي بتوسيع مجال العمليات المحلية والإقليمية والدولية كقرار مركزي ولذلك لم ينفذ التنظيم أي عمل على هذا المستوى إلا على مستوى محدود لكنه أصدر وفق القيادة المركزية بتوسيع وإدماج الأبعاد البعد المحلي بالإقليم بالدولي ما يسمى التمكين والنكاية وبالتالي شاهدنا بدأت الأمور سواء من الضاحية الجنوبية 12 نوفمبر وثم 13 نوفمبر في باريس وقبلها كانت الطائرة الروسية وفضلا عن الذئاب المنفردة في مناطق عديدة وثوالآن نشهد في تونس إذن التنظيم اتخذ ولذلك سنشهد هجمات ولكن حتى هذا الهجمات هذا التنظيم على الرغم من طباعه والأيدولوجية المتصلبة لكنه براغماتي بمعنى هو يهدف إلى إحداث شيء سياسي بمعنى أن التنظيم سنشهد هناك هجمات لأنه يدرك تماما بأن هذا التحالف الدولي في العالم سواء التحالف في إطار الروسي أو التحالف في الإطار الأمريكي هو في غاية الهشاشة ويدرك أن هناك ظروف موضوعية تمنع من عمل أي شيء زيادة بمعنى لا أحد حتى الروسي الذين تدخلوا رغم كل الخرافات التي تتثار ليست استراتيجية قضاء وتدمير إنما استراتيجية احتواء وذلك الكريمدين قال أننا لا نرسل على الأرض أي جندي هناك أمر معقد فعقبا على ضيفك الأخي ضرار لأن هذا التصنيف الآن للإرهابيين هذا هو أحد المعضلة في التصنيف الجديد أين ستضع مثلا أنت الآن حزب الله وتدخل قاسم سليماني والحرس الثوري فضلا عن أربعين فصيل من حصائب أهل الحق وغيرها من أين ستضعهم في إطار هذا التدخل تسمح لي فقط لأنه انتهى لدي الوقت كان بودي طبعا أن يكون النقاش أطول شكرا جزيلا لك الدكتور حسن أبو هنية البحث في شؤون الجماعات الإسلامية كنت معنا من عمان أشكرك ضيفي الأستاذة درار البستنجي الكاتب والباحث السياسي الأردني كنت معنا هنا في الستوديو وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر